وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسبساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضل يا حنان السلام عليكم عليكم السلام الله يزدك عندي مجموعة من الأسئلة فضل سؤالي الأول هل يريد قضاء سنة الحجر بعد الساعة العاشرة صباحا أو مثلا قبل صلاة الظهر بقليل إن شاء الله ثاني سؤال وأنا أصلي الظهر أصلي السنة القبلية فبعد السنة البعدية صليت السنة القبلية هل هذا الفعل صحيح طيب سؤال الثالث في قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخر الآية هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بكفر المسيحيين ولا يجب زواج المسلم من كافر فكيف جائد المسلم يتزوج المسيحية ممكن شرح لهذا التفصيل أكثر لهذا الموضوع طيب السؤال الأخير يا شيخ فيه مواضيع فيها بقراها من الإنترنت مثلا زي بكر البكر اللي أنا سألتك عليها بالحيط كحبنا الله ورسوله سيئتين الله من تضليح مثلا قريتها بأكثر من موضع مع أكثر من شيخ فبناء على هذه الأشياء اللي حسناها بدأت تطبقها لما سألتك تبين لي العكس أو تبين قول آخر كيف الواحد يقدر يوصل للإجابة الصحيحة أو يعني لأنه كتب يعني مثلا زي صلاة قضاء الحاجة كمان نعم أريدها بأكثر من موضع وبالنهاية ما ورد بالسنة أو يعني شيء بنفس هذا القبيل فكيف الواحد يعني ياخد حذره من هذه النشرات الكثيرة والمعلومات اللي قد تحمل أخطاء أبشر يا أفتيحنان واضح أبشر أكبر مرحب مرحب أم إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام أحضر الله شيخي عندي السؤال زوجي طلب من صهر هو أن يشتري له شيئا وكان في كل واحد منهم في دولة ثم توفي صهره بعد ذلك أراد زوجي أن يعيد له دينه مبلغ الذي اخترى له به الشيء ولكنه لا يعلم هل اشتراها صهره من حر ماله أم أنه اشتراها من الشركة التي يعمل بها صهرة على العلم أن هذه الشركة هي ملك لأبوه زوجي ولزوجي ولأخوته وهو عامل عندهم يعني يعمل لكنه يستطيع أن يأخذ بالمال الشركة وأن يتصرف بها يعني كان هو المسؤول بحكم أن زوجي ووالده مقتربون فظل زوجي محتار فيه فيقضي بين صهره بما أنه لا يعلم من أين أخذ صهره هذا المبلغ هل هو يمحر ماله أو من الشركة بما أنه يعمل بها ويعطيها طيب زوجك استلم الغرض هذا استلم الحاجة؟ أيو 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 استلمها والحمد لله والشركة التي الشركة التي يعمل بها يعني صهر صهر أو صهر بالنسبة للشركة هي ملك لزوجك؟ هي ملك الأبو زوجي ولزوجي ولأخوته وصهره قد هو يعني يصير يعني هو يكون أولد عمهم أصلاً طيب ما يمكن يرجعون للسجلات مثلاً؟ حاولوا سألوا أكثر من أحد سألوا الشركات والمحاجة مبلغ كبير؟ ليس يعني بالمبلغ الكبير وإنما لا بأس به طيب أبو شريم إبراهيم طيب بالأمس لدي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها ونحن حقيقة نحرص دائماً أننا يعني نجيب على جميع الأسئلة قبل انتهاء وقت البرنامج لكن أحياناً تأتينا أسئلة مفاجئة فيها تقريباً اتصال في مجموعة أسئلة عموماً الأخت حنالة من السعودية سألت مجموعة أسئلة في سؤالها الأخير سألت عن قضية الوسائل المعينة على كظم الغيث أختي حنان بارك الله فيك بالنسبة لي المسلم مطالب بأن يكظم غيظه وأن ينزع إلى الحلم وإلى الرحمة ولذلك هناك مجموعة من الوسائل يستطيع من خلالها الإنسان أن يكظم غيظه أول هذه الوسائل أن يعلم بأن الله تعالى أحب كظم الغيث وأحب الحلم والتؤدى والأنات ولذلك المسلم مطالب بأن يكون بأن يحب ما يحب الله عز وجل قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قل جل وعلا فاصفح الصفحة الجميل قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره هذا الأمر الأول ولذلك المسلم مطالب بأن يتتبع محاب الله ومراض الله ومن محاب الله كظم الغيث أمر الثاني المسلم مطالب بأن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن قل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاو المبين النبي عليه الصلاة والسلام كان يكظم غيظة ولذلك في كل موقف من مواقف الاستفزاز له صلى الله عليه وسلم كان يكظم غيظة وينزع إلى العفو والصفح والرحمة ومواقف ونماذج كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام منها حديث أنس اللي يقول كان على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني برد عباء يعني فنظرت إليه وقد ذهب فأتى أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى أثرت في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد ما قال يا رسول الله قال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه البردة أعطاه البردة النبي عليه الصلاة والسلام لما جئ برجالات قريش في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة مسلسلين مقيدين ينتظرون الحكم العادل فيهم من النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم آدوه وأضروا به وحاولوا قتله واغتياله وقتلوا جمع من أصحابه وهجروا عن وطنه ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم ولذلك الإنسان يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثالث أن العفو و كظم الغيض هذه من شيمة أصحاب النفوس الراقية أصحاب النفوس السامية دائما سبحان الله العظيم في مثل هذه المواقف يصفحون و يدمحون و يعفون و يكظمون لماذا لشرف نفوسهم لشرف نفوسهم و لعلو نفوسهم نفوسهم سماوية سحابية دائما في المواقف هذه ما تستفزهم مثل هذه المواقف فينظر إلى نفسه ولذلك تجد بعض الناس الآن إذا تصرف أثناء الغضب يحتقر نفسه بعد ذلك لماذا لأنه يصدر منه تصرف أحمق سواء قولي أو فعلي حتى هو يحتقر ذاته يقول أنا إيش سويت إيش عملت لماذا لأنه سمح لنفسه أن تنتقم أو أن وأطلق لنفسه العنان و لتصرفاته العنان فلذلك يندم ندم شديد ما ندم أحد كظم غيظة أبدا لكن الذي يعني يتصرف أثناء الغضب هو الذي يندم دائما فغالبا هو الذي يندم غالبا أمر الآخر أختي الفاضلة الكظم الغيظ والعفو سبب من أسباب الرفعة في الدنيا و العلوف الآخرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام و يقول عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفع و ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه و من تواضع لله رفع و لذلك الله عز وجل يلقي مهابة في نفس هذا الذي يتحكم بتصرفاته يخزي شيطانه و يسمح و يعفو ينظرون إليه نظر إجلال و إكبار و إعظام و هيبة هذا الواقع أمر آخر العفو العفو و الصفح و أجرهما عند الله كبير و عظيم قل جل وعلا و لا يأت لأولي الفضل منكم و السعة أن يؤتوا أولي القربة و المساكين و المهاجرين في سبيل الله و ليعفو و ليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم فأبو بكر الصديق لما نزلت في هذه الآية قال بلى يا ربي فأرجع النفق إلى مصطح بن أثاثة الذي خاض ولاك في عرض عائشة ضمن الذين سقطوا في هذا الأمر و أتاب الله عز وجل عليه و لذلك الأجر كظم الغيظ عظيم عند الله سبحانه و تعالى و الثواب كبير عند الله سبحانه و تعالى هذه بعض الخطوات أختي الفاضلة هناك وسائل و أسباب كثيرة أم سعيد من العين طلب الطلب تقول يعني أريد مقطع أن يتعلق بالشباب الذين يتهونون في الصلاة و لا يقومون إليها أختي أم سعيد بارك الله فيك و الله دائما ما نتكلم عن هذه المسألة هناك فعلا مقاطع منتشرة و منها ما يتعلق بموضوع الصلاة إخواني و أخواتي أبنائي و بناتي بالنسبة لمسألة الصلاة الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة بل هي الركن الأعظم بعد الشهادة و لذلك الله عز وجل فرضها على جميع الأنبياء و المرسلين و على جميع أتباع الأنبياء و المرسلين ما من نبي إلا و أمر بالصلاة و الزكاة و نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء في مسألة الصلاة و لذلك الصلاة عمود الإسلام عمود الإسلام فإذا ذهب العمود ماذا بقي و أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات من حيث الأوقات من حيث إقامتها قال الله جل وعلا و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و إقامة الصلاة على نوعين إقامة قلبية و إقامة قالبية يعني بالجسد أغلب الناس وللأسف الآن يقيمون الصلاة بقوالبهم بأجسادهم وما يقيمونها بقلوبهم ولذلك هانت عليهم الصلاة خف ميزان الصلاة في نفوسهم أصبح الواحد يصلي عادة والذي يقيم الصلاة بقلبه جزما بأنه سيقيم الصلاة بقالبه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك مسألة النوم عن الصلوات تضيع الصلوات التفريض في هذا هذه مسألة غاية في الخطورة نبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا والله جل وعلا ذكر من صفات المنافقين أنهم يؤخرون الصلاة فهل تريد أن تتصف بصفة وتتخلق بخلق من أخلاق و صفات المنافقين قلوا جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم و إذا قاموا إلى الصلاة قابوا كسالة يراؤون الناس و لا يذكرون الله إلا قليلة نبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول بعدما أتاه آتم من ربه جل وعلا ملكان فمر به و أرياه بعض المعذبين رجل مستلق على ظهره و آخر قائم عليه بصخرة كبيرة يضربه بها فينثلب رأسه و العياذ بالله فيتدهده الحجر هناك فيذهب إليه و قد عاد و انطبق رأسه و يضربه و يعذب هكذا إلى يوم القيامة قال سبحان الله سبحان الله ما هذان قالوا هذا ملك موكل بتعذيب هذا طيب هذا ما ذنبه قال هذا يؤخر الصلاة عن وقتها و يرفض القرآن يرفض القرآن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها يحط الساعة على الساعة الثامنة و السابعة و النصف عشان الدوام لكن المنادي لصلاة الفجر يقول حي على الصلاة حي على الفلاة ما همه ما يهمه يخاف من الناس و لا يخاف من رب الناس يراقب الناس و لا يراقب رب الناس ما همه يضيع الصلوات و لذلك الصلاة عظيمة شأن الصلاة في الإسلام عظيم النبي عليه الصلاة و السلام و هو في سياق الموت يوصي هذه الأمة تخيلوا النبي صلى الله عليه و سلم الناصح الأمين الصادق الخائف على الأمة ماذا كانت آخر وصاياه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم تعرفون أن الإنسان إذا جاء يودع يعني يعطي يعني يخلص في النصيح كيف هو النبي عليه الصلاة والسلام كل حياته وهو مخلص في الدعوة وفي تبليغ الدين وفي إنقاذ الناس بإذن رب العالمين في هذه اللحظات يقول الأمة للناس جميعا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان يعني لا تضيعون الصلاة اتقوا الله في الصلاة الصلاة كلها خير إن الصلاة تتنهى عن الفعشاء والمنكر الصلاة هذه كلها فيها تكفير للسيئات والذنوب والخطايا التي توضع ذنوب الإنسان على ظهره حينما يركع فإذا قال سمع الله لمن حمده تناثرت الذنوب عنه الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل أرحنا بها يا بلال يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيها القرآن كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق الصلاة فيها الدعاء تدعو ربك جل وعلا ولذلك هؤلاء الشباب والفتيات أسأل الله تعالى أن يصلحهم وأن يهديهم عليهم أن يتقوا الله كما أنهم أعطوا النفس حقها وحظها وبالغوا في ذلك لعب وتفريط ونزيف في العمر وهدر في الوقت يعطون حق الله عز وجل من الصلاة سيسألون عنها يوم القيامة أول ما يسأل المسلم يوم القيامة عن صلاة أول سؤال يوم القيامة للمسلم حينما يبعث عن صلاة تخيل تخيل لو دخلت اختبار الآن وقالوا لك ستختبر في السورة الفلانية أو ستختبر في المسألة الفلانية تستعد لها ولا لا يستعد لها الواحد إذا قالوا لك الآن ستدخل اختبار والاختبار السؤال واضح السؤال كذا وكذا تستعد وتحفظ صم مثل ما يقولون يوم القيامة أخبرنا النبي عليه الصلاة أن أول شيء ستسأل عنه أيها المسلم الصلاة هل أعددت للسؤال جواباً؟ وهل أعددت للجواب صواباً؟ هذه قضية خطيرة غاية في الخطورة فاسأل الله تعالى أن يمنى علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والثبات وأن يعيننا وإياكم على إقامة الصلاة أم سعيد من العين تقول عندي جيران بينه وبينهم شارع زال عين بعض الورود مثلاً تقول أحياناً أقطف وردة وأنا مارة تقول بعدين فكرت قلت أنا خاف ذنب ولا شيء أم سعيد بارك الله فيك بالنسبة لي ما يزرعه الإنسان ويعني يثمر مثلاً تمر بعض الفواكه يجوز للإنسان أن يأخذ حبة حبتين ويمشيه وماشي ما دام أنها متدلية أو في الشارع كذلك الورد فالناس يتسامحون في هذا الذي منعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل الإنسان بخبنه ما معنى خبنه يعني جيبه ولا معاكيس ولا مع علاقية مثلاً يشيل معه لا حبة حبتين ما في بأس وإذا تقولين والله أنا صار في خاطر شيء استأذنيهم قولي يام وفلان ترى أنا أحياناً أقضف وردة تقولين أننا نحاطين في الشارع فأعتقد حتى يعني فعلاً تبعدين الوسواس عنك وتزيحين هذا الخاطر الذي ورد على قلبك تقولي له يام وفلان أنا أحياناً أمر وأخذ وردة إذا ما قلتين ما عليك شيء الوردة هذا الوردة ووردتين ما في شيء ولله الحمد والمن أم سعيد من العين تقول المرأة اللي عليها قضاء مثلاً تسعة أيام وعشرة عفوة عليها قضاء تقول ممكن تصوم يوم عاشورة يوم تسعة وعشرة بنية القضاء أم سعيد الجواب نعم يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم يوم تسعة ويوم عشرة الأسبوع القادم الموافق العاشر من محرم الذي هو يوم عشرة وتسعة بنية القضاء وإن شاء الله يكتب لها أجر القضاء وأجر صيام عشرة أم إبراهيم من الشارقة تسأل تقول بالنسبة يعني الشخص إذا كان لابساً الجوارب ومسه عليه وتوسخ وأراد أن يبدل الجوارب هل يعيد الوضوء؟ أم إبراهيم بارك الله فيك إذا كان الشخص لبس الجوارب على طهارة لبس الجواربين على طهارة ولم يحدث ولم يمسح عليهما وتوسخت الجوارب وحاب أن يغيرها يغيرها الحمد لله وبعدين يكمل المدة الشرعية في مسألة المسح للمقيم يوم وليلة ومسافة ثلاث أيام بلياليهم وكأنه ما لبس الجوارب لماذا؟ لأنه ما مسح عليه الصورة الثانية إذا كان الشخص رجل أو امرأة لبس الجوارب على طهارة ثم مسه عليه وبعد فترة تسخ الجوارب وأراد يغيره يغيره ولله الحمد لله ما عليه شيء يغير هذا الجوارب ويلبس جوارب ثاني طيب ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ ممكن يصلي في هذا الجوارب وهو على طهارة؟ الجواب نعم يصلي على الجوارب ما دام أنه على طهارة من تقضى وضوءه؟ فإذا انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ من جديد يلزمه بأن يتوضأ من جديد لأن لبس الجوارب الثاني هذا ما أبطل الوضوء في مثل هذه الفترة وإنما أبطل المسح بعدما انتقض الوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصيحين من حديث المغيرة بن شعب قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ولذلك المسح كان على الأول فينتقض هنا المسح ولذلك يبدأ ويتوضأ من جديد أم إبراهيم من الشارق تسأل تقول هل النظر إلى الكعبة والوالدين والقرآن يعتبر عبادة؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة للنظر إلى الكعبة وإلى الوالدين وإلى القرآن هل هو عبادة أم لا؟ هذا الجواب عليه من خلال النقاط التالية أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه قال بالنسبة للنظر إلى الوالدين والكعبة والقرآن أنه عبادة وكل ما ورد في هذه المسألة فلا يصح لا يصح بل هو يدور بين الوضع وبين الضعف الشديد ولذلك لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال النظر إلى الكعبة إلى الوالدين إلى القرآن عبادة هذا الأمر الأول وعليه لا يجوز الإنسان أن ينسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذب عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار الأمر الثاني بالنسبة للنظر إلى الكعبة و إلى القرآن و إلى الوالدين هو إذا كان في أصل مسألة العبادة فهذا من وسائل العبادة يعني شخص الآن ذهب يعتمر و طاف حول الكعبة و نظر إلى الكعبة كل هذه عبادة لكن لو ذهب مثلا إلى المسجد الحرام و جلس في الصحن و قابل الكعبة قال أنا جالس أتعبد بالنظر إلى الكعبة ما عندنا دليل لكن بالنسبة لطوافه الطواف الشرعي و النظر إلى الكعبة هذه عبادة لأنه يطوف لأنه يطوف لا لأنه ينظر فالنظر أحد أعمال هذه العبادة كذلك النظر إلى الوالدين يعني لما يجي شخص و يجلس و يقابل والدين و ينظر إليهما هكذا مجردا من دون سبب بيشكون في عقله ها يقولون سلامات شعندك صح ولا لا لكن لما يجي من باب البر يبر والديه يعني الوالد ناداه يا فلان فنظر إليه قال لبيه نعم هذه عبادة أما كون النظر مجرد عن البر و الإحسان ما يكون عبادة ما يكون عبادة فلاحظت كيف فمع البر و الإكرام و التقدير للوالدين النظر إليهم ضمن وسيله وسيله القرآن كذلك يعني تخيله لو أن الشخص وضع المصحف و جالس يناظر فيه يتهمون الناس في عقله يناظر إلى المصحف خير ما يكون عبادة بهذه الطريقة لكن لما يجي يفتح المصحف و يقرأ فيه النظر وسيله إلى تحقيق هذا المقصد فيكون عبادة بهذا المفهوم و بهذا المعنى بهذا المفهوم بهذا المعنى بارك الله فيك أم إبراهيم من الشارقة تقول ما الفرق بين النوافل و السنن أخت الفاضلة الجواب على هذا السؤال أيضا يكون في النقاط التالي أولا بالنسبة للصلوات تنقسم إلى قسمين فرائض و نوافل فرائض و نوافل أما الفرائض فهي الخمس فهي الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة هذه فرض عين فرض عين بشروط معروفة طبعا بالنسبة للمسلم هذه فرض عين ما سوى ذلك فهي نوافل ما سوى ذلك فهي نوافل هناك بعض الصلوات اختلف العلماء فيها مثل صلاة العيدين منهم من قال فرض عين منهم من قال فرض كفاية و منهم من قال سنة مؤكدة منهم من قال سنة مؤكدة أنا لا أجيب على هذه أنا أتكلم على الجنس الآن الصلوات عندنا فرائض وهي الخمسة مع الجمعة و عندنا نوافل الفرائض هي المطلوبة هي المطلوبة خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل أما النوافل فهي سنن و هي تنقسم إلى قسمين سنن مؤكدة و سنن لا تسمى مؤكدة و إنما مستحبة السنن المؤكدة مثل ماذا السنن مثلا الرواتب 12 ركعة قبلية و بعدية في الصلوات الأربع يقول النبي عليه الصلاة و السلام من صلى ثنتي عشرة ركعة بني الله له بيته في الجنة كذلك الوتر سنة مؤكدة الوتر سنة مؤكدة هذا يسمى سنة مؤكدة ما سوى ذلك نوافل مثل سنة الوضوء مستحبة سنة مستحبة مثل يعني بعض الصلوات النفل المطلق مثلا صلاة الضحى مستحبة و ليست مؤكدة في الراجح طيب بعض العلماء يقولون بالنسبة لمفردة النوافل و السنن هذا من الألفاظ المترادفة ما معنى المترادفة يعني إذا عبرنا قلنا سنة و النافلة الأمر واحد صليت السنة صليت النافلة صليت التطوع يقولون واحد هذه ألفاظ مترادفة من أهل العلم من يقول لا بين النوافل و السنن تباين فهي ليست من الألفاظ المترادفة و إنما الألفاظ المتباين فيطلقون على النوافل السنن الرواتب و يطلقون على السنن السنن المطلقة مثل يعني سنة الوضوء أربع ركعات قبل العصر سنة الضحى فلهم تفاصيل في هذا الذي يظهر والله أعلم أن النوافل و السنن و التطوعات و الرغاء هذه كلها مترادف لكن بالنظر إليها باعتبار التأكيد و عدم التأكيد نقول هذه سنة مؤكدة و هذه سنة مستحبة بارك الله فيك أم إبراهيم تقول للوالدة يعني ما تصلي إلا على الكرسي كانت في المسجد و في هذه الصلاة ما كان هناك كرسيا تقول فصلت و هي واقفة ما حكم ذلك أختي أم إبراهيم بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه القيام في الفريضة ما دام أنه مستطيع و قادر لقول الله تعالى و قوموا لله قانتين و لقول النبي عليه الصلاة و السلام كما في الصحيح من حديث عمران بن حسين صلي قائما صلي قائما و كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة و سمذكروا بأنه كان يصليها قياما إلا لما مرض صلى الله عليه وسلم و سقط من فرسه و تعور صلى الله عليه وسلم صلى قاعدة هذا الأصل المسألة الثانية بالنسبة للعاجز عن القيام ينتقل إلى الجلوس إلى القعود لحديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جم على جم أو مستلق يعني من حيث القدرة و القاعدة الشرعية فاتقوا الله ما استطعت المسألة الثالثة وهو الآن الجواب على سؤالك فيما يخص الوالدة كان الواجب على الوالدة أن تجلس كان الواجب على الوالدة أن تجلس إن تقولين ما في كرسي تجلس على الأرض تجلس على الأرض وتتربع وتصلي لماذا لأن الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود و يستطيع القيام فقط فيجلس لماذا لأن الركوع و السجود ركنان أقوى من القيام ركنان أقوى من القيام لماذا لأن القيام جاء فيه تسهيل يعني مثلا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا هذا واحد الأمر الثاني أن السنة السنة يجوز للمصلي أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام فدل هذا على أن ركن القيام فيه تسهيل الثالث أن الإمام إذا صلى جالسا فإن من وراءه يصلون جلوسا لما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون صلوا وراءه قعودا فصلوا أجمعون قعودا أجمعون بمعنى أن لخلف الإمام الذي يصلي جالس قاعد لأنه مريض يصلون خلفه لأنه مرسل لما صلى وجد أصحابه قائمين خلفه فقال بيدي هكذا أجلسوا قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم ثم ذكر لهم فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون فدل هذا يا أخت الفاضلة على أن ركن الركوع وركن السجود إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي بأقوى من ركن القيام ولذلك كان الواجب على الوالدة أنها تقعد على الأرض هي ما في كرسي طيب إذا ما في كرسي خلاص يعني ممكن تجلس على الأرض وتتحمل هذه الفترة عموما يعني ما دام أن الوالدة تجهل هذا الأمر أرجو أن يقبل الله عز وجل صلاتها لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذا الأمر تنتبه لمثل هذا الأمر إلا إذا كان عندها عجز كامل عن السجود ما تستطيع السجود نعم تصلي قائمة تكبر فإذا جاء الركوع أومت برأسها لأن الركوع أقرب إلى القيام طيب ما تستطيع السجود تخفض رأسها أكثر من الركوع وهي قائمة وتكمل صلاتها والصلاة تعالى تقبل منها أم إبراهيم تقول بأن كانت مسافرة في بعض المطارات الغربية تقول كنت لوحدي وصليت جالسة من دون الاتجاه إلى القبلة وكذا تقول كنت خايفة على نفسي أختي الفاضلة أم إبراهيم من الشارقة مثل ما ذكرت قبل قليل يجب على المصلي أن يقوم إلا إذا كان عاجزا وأحيانا العجز قد يكون حقيقي وقد يكون يعني لمعنى آخر فإذا كان الشخص الآن لو صلى قائما تسبب على نفسي بمشاكل يصلي جالس تقول أنا والله في مطارات غربية وأخشى على نفسي وما أدري إيش الوضع ممكن تصلي جالسة ما دام أنه غلب على ظنك أما قضية توهم ما أعتقد أن هذا يعني ما يصرح هذا توهم مجرد توهم أما إذا كان غلب على ظنك ومتيقنة بأنك ستؤذين إن صليت وخشيت خروج الوقت تصلين وأنت جاهز أما القبلة لا يجب يجب عليك أن تتجه إلى القبلة لأن الله تعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولمجاء في الصيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة النبي عليه الصلاة ثم كل من وصف صفة صلاته ذكروا بأنه كان يتجه إلى القبلة إلا في السفر لما صلى على الراحلة يعني اتجهت به إلى غير القبلة فأخت الفاضلة أنت واضح تسهلتي واضح لأن حتى لو كنت تصلين جالسة يعني لابد من الاجتهاد في القبلة والقبلة ذكر بعض العلماء بأن أهم شرط من شروط الصلاة فأرى لك تعيدين هذه الصلاة احتياطا عيد هذه الصلاة احتياطا بارك الله فيك أو الصلاتين إذا كنت جمعت حنان من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد الساعة العاشرة صباحا إذا فاتتني أو قبل الظهر حنان بارك الله فيك بالنسبة لسنة الفجر القبلية هي آكد السنن الرواتب والدلع لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك ما ترك هما لا سفرا ولا حضرا ولقوله عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه ولذلك تقضى قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الفجر فقضى السنة الراتبة قبل ثم صلى الفجر لما كانوا في سفر ولذلك تقضينا أخت الفاضلة في وقت الضحاء ولا تؤخرينها إلى قبل الظهر يعني حينما يعني تكون الشمس عمودية تنتبهين فتقضينا الساعة العاشرة الساعة التاسعة بارك الله فيك حنان من السعودية تسأل تقول يعني أنا صليت الظهر ونسيت السنة القبلية فصليتها بعد السنة البعدية بعد الظهر ما حكم ذلك يجوز فعلت فعلا صحيحا النبي عليه الصلاة والسلام قضى السنة الراتبة قضاها ولذلك وقت الفاضلة تقضينا بعد الظهر سواء قبل السنة البعدية أو بعد السنة البعدية الأمر في هذا واسع حنان من السعودية تسأل تقول يعني في قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح بن مريم إلى آخر تقول طيب كيف يتزوج المسلم مثلا غير مسلم أختي حنان بارك الله فيك الذي قال هذه الآية هو الذي أباح للمسلم أن ينكح الكتابية بارك الله فيك فالأمر لله وليس للبشر فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار وقل جل وعلا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله ولذلك تلفاضلة الذي قال هذه الآية هو الذي قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنة في هذه الآية في هذا السياق العفيفة التي ترى حرمة الزنا هي ترى حرمة الزنا وتعتقد أن الزنا حرام لأن المحصنات من حيث المعنى على معاني كثيرة وينظر فيها على حسب السياق فأحيانا تأتي المحصنة بمعنى المتزوجة وتأتي المحصنة بمعنى العفيفة وهناك معاني أخر فهنا المقصود فيها العفيفة التي تعتقد حرمة الزنا ولذلك قال تعالوا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم المحصنات هي من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي بن أخطب وكانت يعني على اليهودية ثم بعدما طبعا كانت من نصيبه في السبي أسلمت فأعتقها وجعل عتقها صداقها صلى الله عليه وآله وسلم فيخط الفاضل يعني دائما المسلم ما يقف على آية أو نص مثلا ويبني عليه لا أحيانا الباب الواحد من أبواب العلم تحتاجين أن تستقرئ النصوص كاملة فيه فتخلصين إلى نتيجة توفيق السلام عليكم الشيخ عزيز عليكم السلام ورحمة الله عندي سؤالين الله يبارك فيك يا شيخ فضل أخوي في التشهد يا عزيز في كلمة الزاكيات والتحيات الزاكيات الله ولا الزاكيات هذه بالدعيات إن شاء الله وعندي سؤال ثانية لو مثلا إنسان قرأ سورة الفاتحة مرتين يعني هل يسجد لسجود السهو بنافيا طبعا إن شاء الله شكرا الله يرحم والديك يا شيخ والديك إيمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أنا معلمة نعم وصار عنا في وزارة التربية والتعليم نظام رتب عشان تنتقل من رتبة إلى رتبة أعلى طبعا يترتب عليها زيادة عراتي بكل سهر لازم تعمل البحث علمي ونشره في مجلة محتمى من اختيار وزارة التربية والتعليم صار في مكتبات وناس تقوم بإعداد البحث العلمية ونشرها في هاي المجلات مقابل مبلغ مالي هل يعجز أني مثلا أكلف هاي المكتبة بإعداد بحث علمي إلي ونشر في مجلة محتمة مقابل مبلغ مالي إن شاء الله أي أنه أتنافس بيدركت فيه إن شاء الله أنا أعطيك العافية مرحبا طيب حنان أيضا من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أحيانا تأتينا بعض الموضوعات في الإنترنت يعني أحيانا تأتينا رسائل نقرأ في المواقع فما نعرف يعني نتقيد فيها ويتبين بأن خطأ مثل ضربت مثال في قول الله تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وإنا إلى الله راغبون تقول كنت أقول هذا الذكر مثلا لما سألتك أو استمعت إليك في البرنامج وقلت هذا غير صحيح تقول توقفت تقول كيف يعني نصل فعلا إلى الصلاة أختي حنان بارك الله فيك أولا يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولذلك المسلم مطالب إذا التبس عليه أمر أن يلجأ إلى العلمة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم فالواجب على كل مسلم إذا أشكل عليه أمر أو التبس عليه شيء أو مثلا حصل عنده شبهة أن يلجأ إلى العلمة الذين يقومون مقاما نبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين والرسالة وفي نفي الشبهات عن دين الإسلام والمحافظة على حياض هذا الدين وعلى موارده ومناهله هذا هو الأصل المسألة الثانية من الخطأ الجسيم الذي يقع في أغلب الناس الآن اعتمادهم على مواقع الإنترنت في أخذ المعلومة الإنترنت هذا سلاح ذو حدين فيه الحق والباطل فيه الصح والغلط فيه الخير والشر فيه كل شيء ليس من العقل والمنطق وقبل ذلك الشرع أن يأخذ من مصادر يعني ما أدري وهذا مصدر صحيح ولا لا فكيف الآن يسمح الإنسان لنفسه أن الآن بعض الناس إذا شاف رؤية حلمها أو رؤية راح لإنترنت يحط الرؤية ويشوف طيب الرؤية هذه ما يصلح أنك تعبرها عن طريق مواقع إنترنت مثلا أو شخص مثلا أي شيء يأتيه يسلم ويتبع هذا الشيء لذلك اخت الفاضلة في الإنترنت في مواقع التواصل هناك حسابات وللها الحمد لعلماء مشهورين أجمعت الأمة على إمامتهم وفضلهم منهم الأموات ومنهم الأحياء الإنسان يعني يتتبعها ويرجع إليها هناك مواقع وللها الحمد تستطيعين من خلالها أنك تحصلين على الحديث هل هو الحديث صحيح ولا ضعيف تدخلين على هذه المواقع وللها الحمد مواقع لتخريج الأحاديث هناك مواقع للفتوى لعلماء وللها الحمد يعني اتفق الناس على سلامة دينه اتفق الناس على متانة فتاويهم أيضا المبنية على الدليل أما قضية والله كل ما أسمع شيء أطير فيه يعني مثل هذه لذكرة الأخت حنان يعني كم مرة سؤلنا في هذا البرنامج كثيرا هذه الآية للأسف مثل ما قالت إحدى الأخوات من أبو ظبي في الأمس أو قبل الأمس تقول وحدة ملتزمة في الصلاة تأتي حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وهذه الآية تتحدث عن المنافقين الآية هذه تتحدث عن المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون من أسخر الله الآيات ثم يأتي ذكر المنافقين الذين يبخلون بالأموال ويراءون ويسمعون و قال تعالى ولو أنهم رضوا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله و قالوا حسبنا الله سيؤتين الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون يعني هذا كان أفضل لهم وين الدعاء فيه؟ ما في دعاء ما في دعاء وللأسب الشديد الناس يتركون الدعاء الوارد يعني اللي جاء في القرآن وفي السنة و يذهبون إلى مثل هذا يقول الله جل وعلا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم هذا الدعاء هذا تقولون في أذكار الصباح و الحديث لا بأس بإسناده و إن كان بعض العلم ضعف الحديث لا بأس تقولون سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم أغلب الناس ما يجيب لكن يروح لمثل هذه الأشياء أيضا النبي عليه الصلاة و السلام في الحديث في الصحيح لما ذكر يقول ابن عباس حسبنا الله و نعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار و قالها محمد صلى الله عليه و آله و سلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل و لذلك الإنسان يقول حسبي الله و نعم الوكيل و هو بشرط أنك تتحسب على شخص ظلم كل شيء حسبي الله و نعم الوكيل هذا من أعظم الأدعية و من أعظم التعويذات ما معنى حسبي الله كافين الله و نعم الوكيل توكلت على أعظم ما يتوكل عليه جميع الخلق و هو الله جل وعلا و تقدس و لذلك أختي حنان تشكرين على هذا السؤال و استثمرت هذا السؤال للتوجيه توجيه من يشاهدني بأن يتق الله و أن لا يعتمدوا اعتماد كامل على مواقع الإنترنت أو مواقع التواصل هذا فيها الغث و السمين فيها الرغبة و الصريح و فيها الحق و الباطل فيها الصح و الغلط فيها الخير و الشر و فيها البدع و فيها السنة و فيها الشرك و فيها التوحيد و فيها الإيمان و فيها النفاق كل شي فيه كل شي فيه سلاح ذو حدين فالمسلم لا ينتبه ينتبه و يرجع الحمد لله الآن تسهلت يعني وسائل الوصول إلى العلماء و الوصول إلى المعلومة الصحيحة و بعض الناس للأسف يكون تحت ضغط رسالة معينة إذا ما نشرت يعني بيحصل لك كذا إذا ما نشرت كذا أو أسألك بالله إلا نشرت طيب يمكن هذه رسالة شركية هذه رسالة بدعية هذه رسالة فيها ترويج و العياذ بالله لمنكر هذه رسالة شائعة من الشائعات شي من الأراجيف كيف أسمح لنفسي أني والله تحت ضغط واحد كاتبها يمكن عدو من أعداء الإسلام أو عدو من أعداء البلد يقول لك أنشرها كيف أنشرها و لماذا أستسر من عاطفتي فلذلك يعني الحمد لله مثل ما ذكرت لك الخطوات و الوسائل و الأسباب اللي يستطيع الإنسان من خلاله أن يصل إلى المعلومة الصيحة موجودة و لله الحمد و المن أم إبراهيم نبوظبي تقول زوجي طلب من صهره أن يشتري له شي تقول سبحان الله توفي الصهر و ما سدده زوجي المبلغ وبعدين يعني زوجي بحث ما وجد يعني شيء يدل على أنه أخذها من الشركة لأنه يشتغل في شركة والد زوج أم إبراهيم تقول و زوجي أيضا شريك مع والديه و إخوانه و شيء من هذا القبيل تقول الآن ما ندل أختم إبراهيم بارك الله يعني المسألة هذه تدور بين أمرين إما السداد و إما عدم السداد و الواقع بأن زوجك ذمته مشغولة بهذا المبلغ زوجك ذمته مشغولة بهذا المبلغ لماذا؟ كلف شخص اشتريه لشيء و هذا الشيء وصل إليه وصل إليه بحث هل هذا الصهر أخذها بالدين من الشركة دفع قيمتها ما في الشيء يدل على ذلك إذن يلزم زوجك أن يسدد هذا المبلغ لورثة الصهر بارك الله فيك لأن القراءة و العلمات كلها تشير إلى أن الصهر اشترى له من حر ماله توفيق من لي ببارك الله فيه يقول فيه التشهد الأخير لفظة الزاكيات يقول هل هذه واردة أم بدعة أخي توفيق بارك الله فيك لا واردة وردت في الحديث الصحيح وهذه أحد صيغ التشهد الصلوات التحيات لله و الصلوات الزاكيات فهذه ثابتة و لله الحمد و المن وهي أحد الصيغ المتنوعة في التشهد الأخير وتعلم بأن التشهد الأخير له أكثر من صيغة و من جملتها الصيغة التي وردت فيها لفظة الزاكيات توفيق من ليبي يقول لو أن شخصا مثلا قرأ الفاتحة مرتين نسيانا هل يسجد لسه توفيق بارك الله فيك الجواب لا من كرر الفاتحة نسيانا فإنه لا يسجد لسه لماذا؟ لأن الفاتحة ذكر وهي من جنس أذكار الصلاة بل هي أحد أركان الصلاة القولية ولذلك لو كررها نسيانا فإنه لا يسجد لسه هذه قاعدة تحفظ يا توفيق أي زيادة أو تكرار للأقوال التي في الصلاة الأقوال التي في الصلاة نسيانا فإنه لا يسجد لسه بارك الله فيك مروة فضل يا مروة السيد معي مشكم زمان الصغيرة متعرضين للسحر كثير لما عمر السهل سنوات مروة نعم سلام عليكم سلام أخبر رجال ما سمعتك من أول السؤال ممكن تعيدين السؤال من أول نحن عارفنا كاملة من المحن الصغيرة متعرضين إلى السحر أي تعبت أختي كثيرا كثير أبويا ما بيعرف كثيرا في الشيخ ومطلعا مش مريدين كانت بيوكليني أنا في المرش ويقروني في المية فرصة المرش في المرش في المرش أعلى سؤالي بيشربوني أنا وكانت تصير معي كثير حاجة فهذا الشيخ أبويا بعد أن أعرف وحصل الشيخ بعدين لما كدرت أنا فيدر هذا الشيخ في دراسة في جواز في حياتي كلنا فيه بيكتير مشاكل وفي سترة مقردين دوطاش في دوطاش ومثلين مننا بدي انتحر بدي انتحر أو بدي اهرب من البيت وصعب الخرج من البيت وحن وقعت في الخطوة يا شخ أنا قدرتين عن صريقي وقعدتين عن شب نظار وحن شعر وقتين بعدين صليت لما صليت الصرش كنت مش طهرة لما صليت ورجعت من البيت وحظي كميرا هيك وحدين مني قدرت من الشيخ وطلعت أربا السحر وبعدين يا شيخ يارحوا لشاب هذا يعني مشو قلهم من شاب هذا يعني وقال يعني في شب كان بدي يتقدمي وهذا الشب كان قريبه وانا رفضه كثير موظف مقتلوش عالثبث وهلا لما شب بدي يجي يخطبني عم سأل علي ما لقى علي ولا اي شي لانا نحنا عيلة محافظة كثير 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 بس يشيف ان لما رحل الشب هذا قريبه اني هو كان قريبه اني عالعيلة هادي وشتي تحكي لأوية وتقول لها عم الشب هذا حكا له عن قصتي انا يا شي خلا لي 3 شهور ما ما عاش عارفة شو بدي يتصرف سؤالي الاول شو الحكم علي يا انا سؤال الثاني اشتب هذا حسيت ان هو يشوه في صمعتي شو نتصرف الاتصرف عني عندي اخويا جارت وقصة كامبة احكي له شو نتصرف له السؤال الثالث اشتب اللي بدي يتقدم لي جاد محتار قال اني انت انت صمعتي كويسة بس موضوع هذا هو قفالي تتكر في الاهل والناس وحكي لنا يعني شو نتصرف بالطرق الشب هذا بدي يتقدم بالان ان شاء الله السلام بركة الله وفي مرحبا يا مرة ام خليفة السلام عليكم شيخ عليكم السلام الله يسلم شو قالي شيخ في خضاء سنة الفجر في خضاء فرض الفجر لازم تجب اني صلي سنة معاها قالوا لي يجب يعني ان تصلينا الافضل ان تتخضين السنة بعد الفرد ان شاء الله فبغيت تسترسر هل وبس في صلاة الفجر ولا في بقية بقية الصلوات ان شاء الله شكرا مرحبا شكرا طيب الاخت ايمان من الاردن بارك الله فيها تقول بانها تعمل معلمة الوزارة تقول بدأت الان في مسائل الترقيات تقول لا بد من ان المعلمة تقدم بحث علمي حتى تترقى او سير تنافس بينها وبين زميلاتها للحصول على الدرجة او المرتبة تقول هناك مكتبات يعدون البحوث فهل يجوز لي اني اكلف المكتبة تعد لي بحث وادفع لهم مبلغ ايمان بارك الله فيك بالنسبة للسلك الاكاديمي او السلك العلمي اذا طلب منه اعداد البحوث فانما الغرض من ذلك هو جعل المعلم يعيش الاجواء العلمية ويطور من ذاته ومن نفسه ويترقى في درجات العلم قبل ان يترقى في درجات الوظيفة ولذلك ما الفائد اخت الفاضلة اذا طلب من شخص ان يعد بحثا علميا يعني يتقدم به فيكون هذا البحث نافع سواء للجهة التي ينتسب اليها او للمجتمع او للبلد او للدولة ما الفائد اذا ذهب ودفع مبلغ مالي لمكتبة او لشخص يعد لها البحث وهكذا يقدمه غشا وكذبا وتدريسا هذا امر محرم ولا يحتاج الى سؤال ولذلك اي طالب او طالبة يكلفون مكتبات او اشخاص يعدون لهم البحوث سواء بحوث الترقية او بحوث الماجستير او بحوث الدكتوراه او اي بحث اخر وفي مقابل وفي مقابل مبلغ هؤلاء والعياذ بالله فعلوا فعلا محرما قائم على الغش قائم على الكذب قائم على يعني قائم على خداع الجهة التي ينتسب اليها ولذلك الفاضلة احذري ان تقدمي على مثل هذا العمل وهذا يؤثر حتى على راتب الانسان لماذا لانه سيترقى من خلال هذا البحث وهذا البحث ليس بعرق جبينه ولا بكد يمينه ولا بسهر ليله هذا جهد اخرين جمعوا لهم من هنا ومن هنا وقالوا له اخذ هذا البحث فلذلك احذري يا ايمان ولا تنظرين الى الهالك كيف هلك انظري الى الناجي كيف نجأ لا تقول ان الناس كلهم يسوون فعل الناس ليس حج عندنا في الشريعة الناس لو اجمعوا كلهم على باطل يبقون على باطل الصح صح والغلط غلط الحق حق والباطل باطل ما يمكن اننا نمزج الامور لو كل من في السلك التعليمي عندكم راحوا للمكتبات يشترون ويفعلون هذا الفعل انت لا تفعلين راقب الله سبحانه وتعالى والراتب اللي يتقاضاه الانسان يجب عليه ان يحلله بالصدق والامانة والاخلاص والتفاني بارك الله فيك مروا من ليبيا طبعا ذكرت قصتها الموجعة والمحزنة والأليمة يعني تقول بانه مبتلين بالسحر منذ يعني الطفولة العائلة كلها وذكرت كيف كان يأتون يعني بعض المشايخ ويقرؤون وهناك يرشون الملح ويعطونها شراب تشرب أو شيء من هذا القبيل تقول يعني تطور معي السحر وأضرني في حياتي التعليمية ومسألة الزواج وما في نصيب وشيء من هذا القبيل تقول في 2016 يعني فكرت في الانتحار أكثر من مرة بعدين خرجت من البيت ووقعت في خطأ وهو الزنا مع صديقة لها تقول يعني رجعت يعني إلى البيت بعد ذلك السحر ما زال معي وكذا الشاب الذي اقترف الخطيئة معها أراد أن يتقدم يعني تقريبا تقول يعني رفضته أنا وهو أيضا يعني يريد أن يتقدم ما صار يعني تقول بعد ذلك تقدم شاب آخر أو هو رفض تقدم شاب آخر تقول هذا الشاب أنا ما أخبرته عن قصتي ذهب إلى هذا الشاب لأنه صديق له وبدأ يخبره يعني بما حصل وهذا تشويه لسمعتي وكذا تقول يعني أنا ما الحكم علي هذا الأول وهذا الشاب الذي يسعى في تشويه سمعتي ماذا عليه وما موقف هذا الشاب الذي يريد أن يتقدم لي هو مقتنع لكن عنده يعني اللي حصل يعتبر شيء يصده عني اختمر وبارك الله فيك أولا أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يستر عليك وأن يستر على جميع بنات المسلمين يجب عليك الآن أن تشغلي نفسك بإصلاح العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى لأنك أنت في فترة من وقتك قطعت بعض العلاقة مع الله عز وجل وبارتكاب هذه الخطيئة أو بالوقوع في الزنا الذي هو كبير من كبائر الذنوب وإذا قلت والله أنا مسحورة أو شيء من هذا القبيل وهناك يعني إغواء من هذه الصديقة هذه بينك وبين الله عز وجل فالله أدرى وأعلم وأعلم بما في قلبك وبما في نيتك فإذا كنت فعلا مسحورا ما تفرقين ولا تدرين وإنما سقتي إلى هذا الطريق بحيث يعني بشكل لا إرادي الله يعفو عنك أما إذا كنت مدركة وتحاولين تنتقيمين من أهلك تنتقيمين من أسرتك تنتقيمين من بيتك هذه مسألة هذه مسألة عظيمة من العظام كبيرة من كبائر الذنوب ولذلك وتالفاضل أنا اللي أنصحك فيه الآن أن تشغلي نفسك بإصلاح العلاقة بينك وبين الله عز وجل وأي إنسان أصلح علاقته مع الله أصلح الله علاقته مع الناس وأي إنسان صدق مع الله صدق الله معه ولذلك يسر له الأمور وتأتيه يعني يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى ولذلك أهم شيء أن تتوب إلى الله من هذا الذنب بالإقلاع عنه وأنت أقلعتي ولله الحمد الندم على الفعل العزم الأكيد على عدم العود إليه ومن ذلك ترك كل صديقة أو زميلة والعياذ بالله تغويك في هذا الطريق وتدلك على هذا الطريق فإذا أصلحتي ما بينك و بين الله جاءتك ولله الحمد البشائر من الله سبحانه وتعالى فكوني قريبا من الله يعني حرصي على الصلوات حرصي على قيام الليل حرصي على الصيام حرصي على قراءة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى الاستغفار أكثر من الاستغفار أكثر من قول الله حوله ولا قوة إلا بالله هذه كلها بإذن الله سبب من أسباب الخير الذي سيأتيك الأمر الثاني يجب على هذا الشاب أن يتق الله عز وجل الذي يعني مارس معك الذنب أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل فإن شريعة الإسلام تدعو إلى الستر إلى الستر قاعدة الشريعة العريضة هل لا سترته بثوبك الستر قاعدة من قواعد الشريعة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من سترى مسلم من ستره الله ولما جاء شاب إلى عمر بن الخطاب يشكو أخته يقول زنت وقعت في الزنا ضربه عمر ضربه عمر ضربا موجعا كيف تأتي أستر على أختك ولذلك هذا الشاب يجب أن يستر وأتمنى أن تصله رسالتي وأن يتق الله عز وجل وأن لا يفرح بمثل هذا الآن هو لوثك بمثل هذه الخطيئة ويذهب يشو سمعتك صدقيني بأنه إذا استمر في مثل هذا سيعاقبه الله في الدنيا قبل يوم القيامة وربما عاقبه بأقرب الناس إليه ربما يفضحه الله في بيته مع أخواته ربما يفضحه الله في زوجته المستقبلية ربما يفضحه الله في بناته بعدين الذنب لا ينسى الذنب لا ينسى والديال لا يموت افعل ما شئت فكما تدينه تدان و لذلك هذا الولد يجب أن يخاف و يتق الله عز وجل و يتوب إلى الله و يندم على هذه الفعلة و يندم على هذا العمل الذي فعله معك و يستغفر الله و يبكي و يندم و يستر و لا يفضح لأن المنافق هو الذي يفضح و هو الذي يكشف أما المؤمن يستر فلا يجوز له بحال من الأحوال أنه كلما تقدم لك الشخص قال لا اتركوها كذا و كذا كيف يتركوه هو الفاعل هو المجرم هو المذنب كيف كيف يعني يذهب و يقول يشو سمعتك أمام الآخرين لذلك رسالتي له أن يتق الله و أن يتوب إلى الله و أن يعلم بأن هذه المسائل دين و أن من ستر ستر عليه و أن من فضح فضح و لو في قعر بيته و سيسلط الله عز وجل عليه و هذه سنة الله الكونية القدرية مسألة أخرى بالنسبة لهذا الشاب أخت الفاضلة يعني أتمنى هذا الشاب يشاهدني أولا أخي الفاضل هذه البنت من أسرة طيبة و من أسرة صالحة مرت بمرض و هذا المرض أحيانا قد لا يتحكم فيه الإنسان و قد يعني يذهب الشعور و الإحساس و ارتكبت هذا الخطأ هذا ذنب ما أحد يقول شيء لكن الله تعالى يحب التوابين و يحب المتطهرين و النبي عليه الصلاة و السلام يقول كل بني آدم خطاء و خير الخطائن التوابون فكونها وقعت في ذنب و قد لا يكون لها اختيار و لا رغبة و لا إرادة لكن تحت وطأة المرض تحت وطأة السحر تحت وطأة هذا البلاء أصيبت بمثل هذا الأمر و تابت إلى الله عز و جل رب ذنب أدخل صاحبه الجنة و رب حسنة أدخلت صاحبها النار هذه البنت واضح عليها التوبة و الإنابة و ما الذي يمنع النبي عليه الصلاة و السلام ذكر امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلب فشكر الله لها فأدخلها الله الجنة لأن الله علم الإخلاص في قلبها و الصدق في قلبها لكن كانت مخطئة في مثل هذا فلا تلتفت إلى هذه الأصوات المريضة الذي تحذرك من الإقدام على الزواج و لعل الله عز و جل يبارك لك خاصة و أن الله تعالى منع عليها بالتوبة و الإنابة أم خليفة طبعا انتهى الوقت لبرنامج لكن عموما أخت الفاضلة تقضين سنة الفجر مع صلاة الفجر إذا فاتتك لكن ليس على سبيل الوجوب الوجوب صلاة الفجر أما سنة الفجر فهي على السنية المؤكدة ألتقيكم غدا على خير السلام عليكم و رحمة الله و بركاته غدا لا الجمعة غدا سيكون أجوبة الواتس أب و يوم السبت الأحد القادم مباشر بحول الله السلام عليكم و رحمة الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون